بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهناخد مع بعض تاني مراجعة من مراجعات الميت ترم بعنوان Find Output الاوتبوت مهمة في الميت ترم ومهمة في الفاينل وبيجي لك انستركشنز زي دي في الميت ترم والفاينل دايما بيكون فيها Find Output دي بتيجي من البي سي سي لذلك الاوتبوت عايزك تركز عليها وبتقدر الامكان تحل اكبر عدد من الاسئلة عليها في طالب سألني قال لي ان هو مش قادر يحل مسائل الالجوريزم بشكل كامل شوف مسائل الالجوريزم عشان تحلها لازم ان انت تدرس مجموعة من المهارات مهارات كتيرة شوية بتدرس المهارات دي عن طريق حل الاسئلة اول حاجة هنعملها ان احنا نذاكر الدروس بعد كده تحاول ان انت تشوف مراجعة الميت ترم الاول وتذاكر كل المهارات اللي فيها بحيث لو جي حاجة قريبة منها تقدر انك تحلها انا جامع مهارات غالبا بتيجي في الامتحانات واحنا ما خدناش كل حاجة في مراجعة الميت ترم الاولى ده ندتلك الامثلة السهلة الامثلة الصعبة غالبا هتبقى في محاضرة المراجعات التالتة او الرابعة هتديلك فيها بقى الاسئلة الحلوة اللي هي الكاملة اللي تقدر عن طريقها انك تكتب الالجوريزم بشكل متكامل يعني اللي احنا خدناه في المحاضرة الاولى من مراجعات الميت ترم دي لسه حاجات في الاول عشان ايه عشان ما تتصدمش نصدمك بقى في المحاضرة الاخيرة تمام دي نقطة النقطة التانية من فضلك بعد ما تشوف مراجعة الميت ترم الاولى تدخل عندي على اليوتيوب عندك حاجة في ميتنج واحد اتنين ثلاثة بعد ميتنج ثلاثة في حاجة اسمها اكتيفتي ليكتشر ثري امبورتنت تشوفها وتطبق عليه عن طريق الايو بيلد وعن طريق الالجوريزم وبكل الطرق تطبقها كويس وعندك كمان اكتيفتي ليكتشر ربعة بارت وان واكتيفتي ليكتشر ربعة بارت تو مهم مين تأكد ان بعد دول هتكتب اي الجوريزم اي الجوريزم هيجي في طريقك هتكتبه خلاص يعني بعدها مستحيل هتسألني سؤال وتقولي انا مش عارفة اكتب الالجوريزم يلا تعالوا نبدأ مع بعض في موضوع الاوت دوت هنا بيقولك الليستة اللي هي دي الكورسات زي ما هي موجودة هنا كده يقولك ايه بقى عد لي كتابتها بعد ما تنفز البلوكات اللي تحت دي طيب يعني انا المفروض ان انا ننفز البلوكات دي وارجع لسمها مرة تانية ركز معايا بقى لو سمحت اول حاجة ايتم تلاتة اوف كورسز دي ما بتغيرش حاجة في الليستة ايتم تلاتة اوف كورسز بترجع لك العنص او بتطبع لك العنصر التالت من عناصر الليستة ولا تفرق معايا لانها مش هتغير حاجة في الليستة خالص فاسيبك منه اللي بعده بيقول لك انسيرت تي ام مية واتناشر اتاربعة اوف كورسز ناس كتير قوي تقوم جاية على البوزيشن اربعة وتكتب لك هنا تي ام مية واتناشر ده غلط ده ما بيعملش انسيرت مال ده بيعمل ايه ده بيعمل كأنك بتقول له لان هو البلوك الوحيد اللي بيستبدل عنصر حتى لو كان فاضي بعنصر تاني لا احنا ما بنعملش احنا بنعمل انسيرت بتعملك ايه? بتضيف لك واحد في البوزيشن اربعة يعني بتروح تضيف لك واحد جديد هنا كده وتحط لك في تي ام مية واتناشر ايه ده؟ يعني مكان اربعة ده هيكون ده هو اربعة وهيتحط في تي ام مية واتناشر ايه بالزبط طب واربعة يحصل في ايه؟ اربعة ينزل تحت فهتبقى عاملة كده ام مية تسعة وعشرين تتحط هنا ايه اللي مية واحداشر تتحط هنا تي ام مية واحداشر تتحط هنا اللي هنضيفه جديد اللي هو تي ام مية واتناشر يتحط هنا طب والبلوك الفاضي ده ده ينزل تحت نمر هيبقى موجود هنا يبقى الله هيحصل فعليا ان ام مية تسعة وعشرين هيبقى هنا ايه اللي مية واحداشر يتحط هنا تي ام مية واحداشر يتحط هنا تي ام مية واتناشر وخلي بالك ان ده واحد زي ما هو وده اتنين زي ما هو وده تلاتة زي ما هو خلاص؟ طيب في البوزيشن اربعة بقى المفروض ان احنا حطينا واحد جديد اسمه تي ام مية واتناشر طب والبلوك الفاضي ده ده نزل تحت بقى رقم خمس وبقى فاضي برضو زي ما هو قال لا وما الخمسة ده اللي هو ام مية واحد واتناشر كلهم يحصل لهم ازحل تحت خلاص؟ فاصبع عندك كده يعني انت عندك الفاضي ده اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كده انت لازم يكون عندك واحد اتنين تلاتة اده اربعة اده خمس زي ما قلتلك اربعة نزل فبقى هو خمس بعد كده ام مية واحد وتلاتين بقى ستة ام مية اتنين وتلاتين بقى سبعة في بلوك الفاضي هنا هو تمانية تمانية بقى تسعة ام ميتين تسعة وستين يبقى انت لما دخلت البلوك اللي هو تي ام مية واتناشر ده زخنقته كده في النص نزل اللي تحت كلهم اربعة بقى خمسة وخمسة بقى ستة وستة بقى سبعة وسبعة بقى تمانية وتمانية بقى تسعة بالشكل اللي انتا شايفت تمانية بعد كده بيقول لك ريبليس ايتم تمانية وفي كورسز وز ام مية وخمسة يبقى انت هتعمل ريبليس لتمانية بدل ما كان فاضي هتحط لي في مين ام مية وخمسة دي بقى هي ريبليس مش انسيرت فهيبقى بالشكل اللي انتا شايفو ده الناس كتير غلطت في السؤال ده مع انه ما سؤال سهل في خدعة بس طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك كل الكلام ده فين في استي ار وبعدين قال لك ايه ركز معي قال لك جوين انت هتعمل جوين اللي حاجتين اول حاجة هي دي تاني حاجة هي دي هنا لتر وان اوف سترينج مين هو لتر وان اوف سترينج اهو يا فنت ده لتر وان اللي هو التي يبقى ده هيتضع لك تي بس كده اه والله بس كده طب اللي بعده اللي بعده ناخده من جوه لبرا يعني لو في حاجة جوه نخلصها الاول شايف اللي جوه دي يا حضرتك تخلصها للاول اللي هي ايه لنسقو في استرينج ناقس واحد لنسقو في استرينج ناقس واحد لنسقو في استرينج بكام تعالى نعد واحد اتنين تلات اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسع عشر احباشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمس تلاتاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين المسافة بتتعد واحد وعشرين تلات وعشرين تلات وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين 41 وفي string خلي بالك هو لو ما كانش قال لك لينس ناقص واحد كان هيقول لك اللينس فكنت هجيب اخر حرف اللي هو اليو لان هو الحرف رقم 42 هو هنا قال لك لتر هات للحرف 41 فين الحرف 41 هو اللي قابله على طول اللي هو الو بدل ما نعد نعد من اول وجديد ونشوف فين الحرف رقم 41 هو عايز الحرف رقم 41 من string طيب يا فندم الحرف رقم 41 هو الو يبقى دي هتجيب لك يبقى انت عندك الاجابة وعلى فكرة تقدر تطبقها عن طريق برنامج طيب ما فهمناش دي? تعال نشوف اللي بعدها بيقول لك برضو تقريبا نفسه يعني افتكر بقى انه كان 42 عشان ما نعرفت نعد من تاني هو كان 42 خلاص ده كده الحرف رقم 42 تمام? ايوة ده ده الحرف رقم 42 واعرف بقى ان ده رقم 41 واعرف ان ده رقم 40 خلاص اعرف كده يعني عشان ما نعجش نعدا نقول هو بيقول لك ايه بقى? قال لك join برضو وجاب لك هنا join حاجتين دي اول حاجة هي ودي تاني حاجة هي طيب لتر اتنين اوف سترينج فين يا فاندم لتر اتنين? ده لتر واحد ده لتر اتنين اللي هو ايه? ام ده اللينس ناقس اتنين فلما يقول لك هاتل اللتر المقابل اللينس ناقس اتنين خلاص انا عرفته على طول اللي هو ايه? اللي هو الايه? لان ده اللينس ده اللينس ناقس واحد ده اللينس ناقس اتنين يبقى ده حرف الايه بقى ام ايه بعد كده قال لك جايب لك ماسج بسميها ام اس جي خلاص? بيقول لك برضو لتر واحد اوف سترينج وبعدين لتر لينس تمام لتر واحد اوف ماسج اللي هو حرف الايه? هنا لينس اوف ماسج ناقس اتنين عرفنا بقى لينس اوف ماسج ناقس اتنين هي الماسج ايه? لحد كلمة كويت ده اللينس ده اللينس ناقس واحد ده اللينس ناقس اتنين اللي هو حرف الايه? يبقى ده هيجيب لك حرف الايه سمول يبقى عندك ايه ايه بالشكل ده? طيب بعد كده بيقول لك المسائل الرياضية اللي زي دي اتفقنا ان احنا اول اولوية عندنا للاقواس طب انا ما عنديش اقواس خلاص سيبك مين? ثاني اولوية للضرب والقسمة ثالث اولوية للجمع والطرح امشي بقى كده من اليسار لليمين وابدأ نفذ الخطوات بتاعتك اول حاجة عندك تلاتين على تلاتة دي هتتنفذ اول حاجة فهتديلك عشرة في اتنين ناقس خمسة في خمسة زائد ستة طيب هنفضل ماشيين برضو ايه تاني حاجة هتتنفذ؟ اول حاجة تقبلك من الضربة او الاسمة بتتنفس طالما ما فيش اقواس عندك دي درب وعندك دي درب عادي نفذهم اللي اتنين عشرة في اتنين بعشرين ناقس خمسة في خمسة بخمسة وعشرين مايجيش حد يقولي اتنين ناقس خمسة لا الطرح مالوش اولوية بعد كده عندك زائد ستة تمام طيب بعد كده اصبح عندي طرح وجمع بس خلاص تعتبر الاولوات متسوية يبقى احنا بنمشي من اليسار الى اليمين عشرين ناقس خمسة وعشرين بيساوي كام؟ بيساوي سالب خمسة زائد ستة بيساوي واحد سالب خمسة زائد ستة بيساوي كام؟ بيساوي واحد خلاص؟ طيب وعلى فكرة تقدر تعمل حاجة زي دي برضو الحاجات دي كلها تقدر تعملها بالاويو بلد بس انا مش عارفة عندي اويو بلد هنا ما عنديش المهم انك ينفع تعمل دي بالاويو بلد وينفع حطها بس في جملة سي واعمل عمليات دي وينفع تعمل لها باي لغة برمجة دول كمان ينفع تعملهم بالاويو بلد طيب عندك بعد كده السؤال مش واضح قوي بس انا هقراهولك يعني في the variable name هذا string value كريم انت عندك variable اسمه name في مين؟ في كريم طيب delete one off name والريبورت ايه؟ يعني لو عملت delete واحد off name هل هتدي لك كي؟ ولا هتدي لك أريم من غير كي؟ ولا هتدي لك كريم كاملة؟ ولا هتدي لك أرور؟ الاجابة انها هتدي لك أرور ليه هتدي لك أرور؟ لان انا ما عنديش بلوك في السترينج اسمه delete عنص حرف معين من السترينج ما عنديش بلوك بيعمل كده أصلاً السترينج عندي ما بيتعدلش يعني انا عندي ده في الليست value python يعني عندك variable اسمه language القيمة بتاعته delete خمسة off language لو عايز تحذف الحرف الخامس ينفع؟ برضو ما ينفعش هيدي لك ارور هي نفسها بالزبط نفس السؤال طيب ده سؤال كمان اهو زي اللي بناخده جايب لك ميسج والميسج دي اتي ام مية وحداشر على فكرة هي اساساً welcome to tm11 وهنا letter of message of message طيب هي مش هتفرق مش هتفرق هي كده ولا كده هو بيقول لك عايز ايه؟ هو عايز letter الحرف وبعدين جايب لك هنا length of message احنا نشوف length of message الاول بس باختصار عشان تحلز السؤال زي ده انا قلت لك ان دايماً length هو ده length ناقص واحد هو ده length ناقص اتنين هو ده فلما يكون عايز الحرف اللي هو length of message يبقى هو الحرف ده اللي هو الاخير لما يقول لك ان عايز الحرف length of message ناقص واحد يبقى هو عايز اللي قابله لو قال لك الحرف length of message ناقص اتنين يبقى هو عايز ده لو قال لك الحرف length of message ناقص ثلاثة يبقى هو ده لو قال لك الحرف length of message ناقص اربعة يبقى هو ده خلاص؟ فطالما قال لك letter length of message يعني عايز الحرف الاخير من المسج الاخر طيب ونقال على القاعدة اللي قلتها لك دلوقتي تعال انحل اللي تحت ده هنا قال لك join هنعمل join لمين ده اول واحدة هو كده 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 وبعدين join تانية معنى ان في join تانية ان في بعدها بلوكين اده اول بلوك واده تاني بلوك طيب هنا بيقول لك ايه دي بقى حلها لو سمعت لسه ايه الهلك حالة letter length of message ناقص ثلاثة of message يبقى length of message ناقص ثلاثة ده عايز ان يحرف بالزبط ده length of message ده length of message ناقص واحد ده length of message ناقص اثنين ده length of message ناقص ثلاثة اللي هو حرف الام طب لما يقول لك letter 14 of message لا هنا بقى لازم نروح ندور على اللتر رقم اربعتاشر عدي لي بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية المسافة بتحسب تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب اللي انا عملته في الاول كان طبعا اللي هو ايه؟ ان كان في فعلا هنا ايه؟ شفت بقى ما لاحظنا هشل هنا طيب مش مشكلة برضو هي نفس الموضوع اهو ده كده زي ما هو ودول برضو زي ما هما السؤال الاول برضو حلو صح يعني وده زي ما هما تمام؟ هنا برضو الحرف ناقص تلاتة اتفقنا ان ده الحرف ده اللنس ده اللنس ناقص واحد ده اللنس ناقص اتنين ده اللنس ناقص تلاتة فدي دي هتبقى ام تمام لتر اربعتاشر اف مسج عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر والمسافة تلاتاشر وبعد كده ده اربعتاشر بعد كده اتناشر اوف ميسج. تعال نشوف الحرف رقم اتناشر. ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اللي هو حرف الاي. يبقى الاجابة ام تي اي. اهي. الرسالة انا اللي خلاني استغرب ان انا نسخ ده من امتحان. ده جاي اصلا من امتحان سابق. فهو غالبا مش غلط يعني. او بنتوقع فينه ما يكونش غلط. طيب هنا بيقول لك سلكت دا كوريكت اوتبوت. سلكت ايه? دا كوريكت اوتبوت. جايب لك ايه بمية وعشرة وبيب خمسة وسيب باربعة وديب تلاتة وايب اتنين. وبعدين بيقول لك ايه? جايب لك البلوكات بالشكل ده. لما يجيب لك البلوكات بالشكل ده بتفكها من جوة البرة. مش بتبدأ لي من الايه? لأ من القص الداخلي خالص اللي هو ده. دي ناقس ايه. الديب كام? بتلاتة. والإب كام باثنين. دي ناقس الايه بيساوي واحد. وعندك هنا جمع مع السي. يعني بعد ما تنفز البلوك ده بتروح تجمعها عالسيه. فبتروح تجمع الواحد عالسيه. سي اللي هي كام? اربعة. واحد زائد اربعة بيساوي خمسة وبعدك كده بتروح تضربها في البي. بتضربها في البي. خمسة في بي اللي هي بخمسة بيساوي خمسة وعشرين. هنا بقى عملية قسمة عشان كده لازم نجيب الايه الاول الايه بيساوي كام بيساوي مية وعشرة يبقى انت بتقسم المية وعشرة على كام على خمسة وعشرين لو عملتها بالقلل حسبة تديلك بالزبط اربعة واربعة من عشرة طب اربعة واربعة من عشرة احنا هنا لازم نعمل لها راوند في النهاية فلما تيجي تعمل لها راوند اللي اربعة دي هتطير ليه هتطير لانها اقل من الخمسة اي حاجة اقل من الخمسة بالطير وبيجي لك العدد الصحيح بس اللي هو اربعة فاتبقى الاجابة اربعة هو عايزك هنا تطبع الزد عايزك تطبع قيمة الزد طيب ده سؤال السؤال التاني برضو بيقول لك ده مية وده خمسة وده اتنين وده برضو بنفس الطريقة بتديلك شوية ارقام وبعدين لازم ننفذ ده الاول دي نايس اي اديب اربعة والاي بتلاتة هو نفسه ولا ايه اه تقريبا هو نفسه بس اه اه مية خمسة اربعة لا مش نفسه دي نايس ايه اربعة نايس تلاتة بيتساوي واحد زائد سي اللي هي باتنين يبقى تلاتة في بي اللي هي بخمسة تلاتة في خمسة بخمستاشر وبعد كده قال لك هات الايه اللي هي بمية اقسمها على الخمستاشر لما تيجي تقسمهم عن طريق القالة الحسبة الاجابة هتبقى بالزبط ستة بوينت ستة وستين في هنا راوند الراوند هتقربها هتخليها تساوي سبعة فهنسند السبعة للزد والمفروض ان احنا نطبع الزد فيطبع سبعة طبعا مفيش ولا اجابة صحيحة المفروض ان هو يطبع لك سبعة مفيش اجابة هنا صح فيبقى بعد كده السؤال ده السؤال ده انا بعتبره لذيذ جدا بحبه يعني لانه سهل وفي نفس الوقت سؤال امتحان يعني تحس كده ان هو سؤال امتحان وبيقول لك يعني اعملي لست ليهم بنفس الترتيب ولكن بعد تنفيذ البرنامج رسلي العناصر بتاعت الليست ممكن تعملها في هيئة لستة وممكن ترسلها جنب بعض وخلاص اول حاجة اد لندن اقوم حططلو لندن تمام بعد كده قالك اد نيويورك اقوم حططلو نيويورك بعد كده قالك اد باريس اقوم ضيف له باريس بعد كده قالك قالك ايه بقى قالك انسيرت موسكو اد اتنين اوف سيتز طالما قالك انسيرت موسكو انت هتدخلها في البوزيشن اتنين فين البوزيشن اتنين ده البوزيشن اتنين هتدخلها قبله يعني هنا كده هتحط مين هتحط موسكو هنا في المكان ده امال نيويورك تروح فين تتزاح يحصل لها ازاح فاصبحت دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة بعد كده قالك اد توكيو ماشي يا عام نضيف توكيو بعد كده قالك دي ليت اربعة اوف سيتز يعني اللي في البوزيشن اربعة نحزفه اده واحد اده اتنين اده تلاتة اده اربعة احزفه عام بعد كده قالك انسرت تورونتو اده تلاتة اوف سيتز اه هنا بقى عايز يحطها في مكان غريب يعني خلي بالك ده واحد ده اتنين ده تلاتة يبقى احنا المفروض نضيفها قبل تلاتة يبقى المفروض انا عندي لندن وبعد كده موسكو تمام وبعد كده هو عايز يضيف في تلاتة يبقى عايز يضيف في المكان ده قبل نيويورك يضيف مين يبقى تورونتو يبقى تورونتو تتحطي هنا وبعد كده نيويورك وبريس اه اه اتحزفت يبقى نحط توكيو بعد كده قالك ريبليس ايتم شوف بقى قالك هتعمل لي ريبليس لعنصر منهم مين العنصر اللي منهم اهم طب ده احسيبه ازاي قالك لينس اوف سيتز ناقص اتنين يعني انت هتجيب اللينس اوف سيتز وتنقص منه اتنين لينس اوف سيتز السيتز ايه ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمسة ناقص اتنين بيوساوي تلاتة يبقى انت هتربليس ايتم تلاتة وز سيول فين الايتم تلاتة اهو ده هتحزفه حط مكانه سيول كده فاصبحت دي العنصر ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده اللي هو عايزه دي الاجابة اللي هو عايزها منك في النهاية لو انا منك اعمل ايه بقى اروح انفز البرنامج ده في الاويو بيلد واشوف النتيجة هتطلع كده ولا لا هيفرق معاك يعني التطبيق يفرق معاك طيب زي ما المثال ده جيه فيه امثلة تانية موجودة انا بقى جايب امثلة على المدن الحلوة بتاعتنا الرياض وجدة والمدينة والدمام اه بيقول لك ايه after running the following program the cities list will contain the following cities and order لو ما فهمتش السؤال مش مهم هو جايبها لك ايه وطالب منك بقى انك تختار واحد من دول فحضرتك عندك الرياض اهي هتعمل انت ايه بقى رياض وبعد كده ضيف جد وبعدين جد وبعد كده اضيف الدمام ماشي ادى الدمام وبعد كده insert تحاقل add two of cities يبقى هتضيفه في المكان ده بالزبط ليه؟ لان ده two المفروض ان انت تخلي العنصر الجديد هو two فهتضيفه في المكان ده العنصر الجديد اللي هو حاقل بعد كده بيقول لك add احسى يبقى هنضيف الاحسى اي حاجة add بنضيفها في الآخر بعد كده قال لك insert مدينة add three of cities فين تلاتة؟ ادى واحد اتنين خلينا نكتبهم من جديد عشان ما نتلخبطش اهو قال لك insert مدينة ادى واحد اتنين تلاتة بنضيفه قبلها هنا كده بنضيف مين؟ المدينة بعد كده قال لك say cd ولا تفرق معي ليه لانها مجرد جملة طباعة فمش هتفرق حاجة في الليست بعد كده delete two of cities delete two يعني هتحزف العنصر اتنين اصبح عندك الرياض وبعده المدينة وبعده جدة وبعده الدمام وبعده الاحسى نجرب ده ده بيقول لك ضيف الاحسى في الاول خلينا نعمل بينهم مسافات نخد بالنا من اخطاءنا بقى احسى وبعدين قال لك say cd ولا تفرق معي add رياض ضيف الرياض add الدمام ضيف الدمام add جدة ضيف جدة delete two of cities حاضر insert مدينة الثلاثة ده واحد ده اتنين ده تلاتة يبقى قبلها بنضيف المدينة insert حائل add two of cities add واحد ادى اتنين يبقى قبل اتنين مباشرة بنضيف حائل يبقى الترتيب عندي اول حاجة الاحسى بعد كده حائل بعد كده الدمام بعد كده المدينة وبعد كده جدة سؤال مضمون جدا في الامتحاق طيب تماما هنا بقى بيقول لك ايه سؤال جي في الامتحان قبل كده بيقول لك according to the u build script write down the output if there is any عندك ال x باربعة وال y بارشرة والزد باتنين والنم بتمانية وبعدين وبعدين لو انت مش شايف البلوكات البلوكات اهيه هنا كده ده بلوك الواحد والاول هو باين عندي مش عارف هو باين عندك ولا وبعده البلوك ده بيلف حواليه وبعده في الاخر ده فاحنا لازم نفكهم من جوه البر اول حاجة نم زائد زد النم بتمانية والزد باتنين تمانية زائد اتنين بيساوي عشرة بعد كده هجيب الاكس اقسمه على عشرة الاكس بكام باربعة اربعة على عشرة يساوي اربعة من عشرة يبقى ده كله ده كله اربعة من عشرة هرجع اضربه في الواي الواي بكام الواي بعشرة اربعة من عشرة فعشرة بيساوي اربعة يبقى كل ده طلع معايا كام في النهاية اربعة يبقى الريزولت باربعة هنا قالك ريبيت في ريزولت ريبيت في ريزولت يعني من الاخر هو عايزك تلفه اربع مرات لان جملة ريبيت بتلف فكسد نمبروف تايمز يعني بتلف عدد ثابت من المرات اللي هو كام اللي هو اربعة فدي هتلف اربع مرات في المرة الاولى هتطبع لك الريزولت اللي هو اربعة وبعدها تشينج ريزولت باي سالي بواحد يعني هتنقصها بواحد فاصبحت الريزولت تلاتة في اللفة اللي بعدها هيتطبع الريزولت اللي هو تلاتة وبعدين هينقصها بواحد فاصبحت اتنين في اللفة اللي بعدها هيتطبع الريزولت اللي هو تنين وبعدها هينقصه بواحد فاصبح واحد في اللفة اللي بعدها هيطبع واحد وبعدين وبعدين هينقصوا بواحد فأصبح صفر ولكن اللي هينطبع عندي اربع مرات صحيح في النهاية قيمة الريزالت أصبحت صفر لكن دي أنا مليش جعوة بها في المثال ده هو عايزك تطبع اربع مرات فانت جملة سي عندك هتتنفذ اربع مرات بالزبط طب ايه رأيك بقى لو جاب لك في سؤال تاني جملة سي هنا بعد ما خلص اللوب دي لو جاب لك جملة سي هنا وقال لك ببعلي الريزالت تزوج صفر لأن قيمة الريزالت بعد انتهاء اللوب هي صفر وممكن جدا تيجي لك في الامتحان ده سؤال برضو جيب يقول لك what are the sequences of characters ايه هي الحروف that will be printed اللي هتطبع after executing the following script هنا repeat اتنين يعني بيلف مرتين ولوب داخلية repeat اتنين يعني بيلف خلي بالك ان دي já outer دي سمها over loop ودي كل ما بتلف مرة inner loop الداخلية بتلف كل المرات يعني اول لفة من اللوب الخارجية اللوب الداخلية هتلف مرتين في اللفة التانية من اللوب الداخلية اللوب الداخلية من اللوب عفوا في تاني لفة من اللوب الخارجية اللوب الداخلية تلفة كمان مرتين يبقى اجمالي عدد اللفات اربع مرات بنعرف منين الاجمالي بنضرب اتنين في اتنين يطلع اربعة يبقى اللي هينطبع جوه ده هينطبع اربع مرات ادى واحد اتنين تلاتة اربعة بس كده اه بس كده ده السؤال بتاع الامتحان هو بيختبر انت هل ممكن تعرف خلي بالك اسئلة اللوب اللي هي اللوب المتدخلة لما بيجي لك في الامتحان ما بيجي لكش سؤال صعب انا لو بدي لك لوب عادية هديهولك سؤال صعب يعني انا لو بدي لك لوب سؤال في قوت بوت زي اللي فوق ده هديهولك سؤال صعب لكن لما عقد لك السؤال واجيب لك لوب جوه لوب غالبا بيبقى السؤال سهل فعشان كده السؤال برغم ان انت شايفه بسيط لكن في ناس ممكن ما تعرفش تحيله بس احنا لو عرفنا ان اتنين في اتنين بيساوي اربعة خلاص يبقى ده هيتنفز اربع مرات يبقى هينطبع اربع مرات جنب بعض بالشكل ده تمام طيب تعال نكبر ده شوية انه ممكن ما يكونش واضح بيقول لك considering the all you build script below the all you build script how many times the contents of the outer loop are going to be repeated سؤال ده ممكن يجيب اكتر من طريق شوف دي اسمها the outer loop ودي اسمها the inner loop the outer loop دي بتلف كم مرة خمس مرات محتوياتها اللي جواها بتلف كم مرة بتلف خمس مرات تماما فكل مرة من الخمس مرات دول الريبيت دي بتلف كل لفاتها اللي هي عشر مرات يعني كل مرة من الخمسة الريبيت تدخل على الريبيت التانية تلف عشر فلو قال لك محتويات اللوب الداخلية دي بتلف كم مرة نقول له خمسة في عشر بخمسين ركز معي لان مش ده السؤال لو جالك سؤال تاني وقال لك محتويات ال inner loop تتنفس كم مرة قل له خمسة في عشر بيساوي خمسين تتنفس خمسين مرة تماما اما لو قال لك how many times the contents for the outer loop محتويات اللوب الخارجية بتتنفس كم مرة بتتنفس بس خمس مرات يعني اللوب الخارجية بس محتوياتها تتنفس خمس مرات لكن اللوب الداخلية او المحتويات اللي جوه اللوب الداخلية دي تتنفس خمسين مرات لان ده سؤال متوقع طبعا الاجابة هي five times طيب ده سؤال تاني بيقول لك ايه considering considering the below who you build script في ناس ممكن تقول لك هي clear دي وجوته اكس بيساوي امتين واربعين وعشرة الحاجات دي يعني ايه وخمسين ايه الحاجات دي هو جايب لي حاجات حاجات غريبة ما ليش دعوة بي اساسا ده السكريبت ده ووظفته ان هو بيضبع للاشكال دي لان الستامب هو ده او انا باختصار عشان افاهمه لك مش لازم تفهمه بس باختصار عشان افاهمه لك هو انت هنا بتستي البوزيشن عشان تبدأ ترسم من اول هنا وبعد كده ده ريبيت خمسة اللوب الخارجيه وريبيت عشرة اللوب الداخليه ليه عشان نطبع خمسين مره عشان نطبع كم مره خمسة في عشرة بخمسين فاحنا هنطبع خمسين مره عشان كده دول خمسين تمام طيب عايزك تعرف ان اللوب الخارجيه هي بتاعة الصفوف عشان كده لما يقولك ريبيت خمسة احنا لفينا خمس صفوف واحد اتنين تلات اربعة خمسة اللوب الداخليه بتطبع في السطر الواحد عشر مرات ده واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر يعني باختصار اللوب الخارجيه بتقولك كل ما لف لفه من لفاتي يعني امر على سطر من السطور اللوب الداخليه تدخل مباشرة ترسم العشرة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر بعد كده الف لفه جديده اللوب الداخليه تدخل تطبع الصف كل انا بقولك الكلام ده ليه لان السؤال ده ممكن يجيب اكتر من طريقة الطريقة الأولى هي بيقول لك خلي بالك من السؤال بيقول لك كم عدد السطور هو مش هيجيب لك ده في الامتحان هو هيجيب لك بس ده بيقول لك كم عدد السطور اللي الأول سبرايت والأبير اللي هو الرمز ده هيظهر هنا بيقول لك أنا عايز كم عدد السطور كم عدد السطور بنجيبها من اللوب الخارجية أول ما تشوف اللوب الخارجية أعرف إن اللوب الخارجية دي بتاعت عدد السطور إذن كم عدد السطور لما يقول لك بص على اللوب الخارجية لأن هي اللوب بتاعته السطور أو الصفوف يبقى أنا عندي خمسة يبقى الإجابة للسؤال ده خمسة بس خلاص ده سؤال جي في الامتحان وكانت الإجابة بتاعته بس خمسة لأن زي ما قلت لك اللوب الخارجية هي اللوب بتاعته الصفوف طب واللوب الداخلية هي اللي بترسم عدد العناصر في كل صف يعني لما يقولك كم عدد العناصر في كل صف قل له عشرة وده السؤال التاني اهو جي برضو في الامتحان قالك كم مرة في السطر الواحد يبقى انا مليش دعوة بقى باللوب الخارجية اللي هي بتاعت الصفوف انا ليه دعوة باللوب الداخلية اللي بترسم لي في كل صف فيه كم عنصر فيه سبع عناصر يبقى الاجابة ان وان لاين والقبير سبع السؤال اللي متوقع انه هو ييجي كمان دول اللي اتنين ممكن ييجوا وفيه سؤال تالت مجاش قبل كده وممكن ييجي اصلاهم ما عندهمش حاجة جديدة هو حاجة من الثلاثة يا الاتنين اللي اخدناهم يا امه يقول لك ايه هيقول لك ومش هيجيب لك هو عايز اجمال هو عايز اجمال العناصر طب الاجمال نجيبه منين من ضرب الخمسة في سبعة يجي لك خمسة وتلاتين يبقى حضرتك بتضرب خمسة في سبعة بيساوي خمسة وتلاتين ده يجيب لك اجمال العناصر يبقى حاجة من الثلاثة يا امه يقول لك كم عدد الصفوف يبقى اللوب الخارجية كم عدد العناصر اللي موجودة في سطر واحد يبقى اللوب الداخلية سبعة طب لو قال لك كم اجمالي العناصر يبقى خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين غالبا السؤال ده هيجي بالتلات طرق دولي السؤال اللي بعد كده بيقول لك study the way you build the program below the value of variable word بيساوي accuracy انت عندك هنا variable اسم word الفاليو بتاعت word accuracy what is the value of variable count after running the program هو عايز قيمة المتغير اللي اسمه كونت قيمة المتغير اللي اسمه كونت في البداية كانت صفر هو عايز قيمة الكونت بعد تنفيذ البرنامج اول حاجة لازم نعرفها ان قيمة الورد بيساوي accuracy ليه؟ لان انت عندك هنا ثلاث حاجات عايزك تاخد بلك منه اول حاجة انا عندي قيمة البداية اللي هي اول حرف وكمان عندي قيمة النهاية اللي هي lens of word يعني اخر حرف وعندي قيمة الخطوة ان كل مرة دي البداية ودي النهاية ودي الخطوة يعني انا كل مرة بلف على حرف انا ببدأ من هنا وبنتاه هنا وكل مرة بلف على حرف من الاخر اللوب دي بتعمل ايه؟ بتلف على حروف كلمة accuracy حلوة اول ندخل بقى جوا اللوب ونشوف بيعمل ايه؟ خلي بالك ان كل لفة من اللفات بتلف على حرف جديد بيشيك على الحرف ده بيقول لك لو letter index index اللي هو الحرف الاول off word بيساوي c خلي بالك ان index كل مرة هيجيب لك حرف جديد لان هنا كل مرة letter index لو letter one يبقى بيجيب لك الحرف الاول لو letter اتنين بيجيب لك الحرف التاني لو letter تلاتة وهو كل مرة بيجيب لك الindex بيتغير لان الاندكس بيبدأ من 1 لحد اللينس بتاع الكلمة وكل مرة بيزاود واحد فالاندكس ده في كل لفة من لفة اللوب بيتغير فبيجيب لك حرف جديد فبيشيك على الحرف ده بيشوف هل هو بيساوي c لو الحرف ده بيساوي c زود العدات بواحد يبقى هو بيجيب على الحروف هيبدأ من ايه؟ هل هو بيساوي c؟ لا هل ده بيساوي c؟ ايوا يا فندم زود العداد بواحد اصبح واحد. هيدخل على الحرف اللي بعده. سي. اه سي. زود العداد بواحد. فهيبقى اتنين. اللي بعده مش سي. خلاص سبك منه. اللي بعده مش سي. اللي بعده مش سي. ده سي. زود العداد بواحد. فهيبقى تلاتة. اللي بعده مش سي. خلاص خلصت. يبقى احنا لفنا على الحروف. حرف حرف. من اول حرف لحد اخر حرف. كل مرة بنشيك على كل حرف. بنشوف هل هو يساوي سي ولا لا. في النهاية هنجمع عدد حروف سي اصبح تلاتة. يبقى الاجابة من السؤال ده هي تلاتة بس. الاوتبوت تلاتة. اسهل طريق انك انت تحل السؤال زي ده انك تروح تبدأ من اول عنصر. وهو ده الاندكس. ده المتغير بتاع اللوب. وبعد كده لحد اللينس يعني لحد اخر عنصر. وبعد كده كل مرة بزود الاندكس بواحد. يبقى قمت البداية. قمت النهاية. قمت الخط. ويبقى انا كده بلف على الكلمة من اولها لحد اخرها. كل مرة بعمل ايه? بشيك كل مرة على حرف جديد. بشوفها لو هو بيساوي السي. لو بيساوي السي زودلي العداد بواحد. يبقى انا عرفت البرنامج بيعمل ايه? وخلي بالك. حاول تعمل البرنامج ده بالاويو بيلد. عشان لو جي طلب منك حاجة زي كده في الامتحان انك تكتبها كالجوريزم. ان هو يقول لك مثلا اكتب الاجوريزم هي فكرة ممكن تيج. ان هو يقول لك اكتب لي الاجوريزم. الالجوريزم ده بيلف على كلمة معينة عشان يقارن حروفها بحرف معين زي حرف السي. لكن هو جي في الامتحان كاوتبوت. طيب ده سؤال تاني. بيقول لك. اول حاجة سيت اكس تو مية. انا عرف انكم مش شايفينه كويس بس يعني ها. سيت اكس تو مية. بعد كده عمل لك عملية حسابية خمسة زي التلاتة بيساوي تمانية. وبعد كده هنضربها في عشرة هتبقى تمانين. فدي كده تمانين. هل الاكس اكبر من تمانين? الاكس بمية. يعني اكبر من تمانين. يبقى الشرط ده true. يبقى هيروح ينفذ اللي هو تشينج اكس باي وان. فاصبح الاكس بدل ما هو مية اصبح مية واحد. وبعدين سي اطبع لي اكس بيساوي اكس بيساوي وبعدين قيمة اكس اللي هي مية واحد. بس هيروح عند الس? لا مش هيروح عند الس. ليه? لانه طالما رأى عند اف ونفذ اف يبقى هو مش هيروح عند الس ومش هينفذ الس. تمام? فالاجابة هتكون اكس بيساوي مية واحدة. المسال اللي بعد كده بيقول لك study the value of variable word بيساوي مايك. في variable اسم word? الفاليو بتاعته بيساوي مايك. what is the value of variable index? هو عايز قيمة ال variable index after running the program. خلي بالك المسال ده قريب من المسال اللي خدناه قبل كده. ومدي لك word مايك. وبعدين بيبدأ من قيمة البداية. ودي قيمة النهاية اللي هي. ودي قيمة الخطوة. فمن الاخر هو بيعمل ايه? هو بيلف على حروف كلمة مايك. من البداية للنهاية كل مرة بيجيب حرف جديد بيقارنه بالسي. لو كان الحرف دا طبعا بيقارن كل حرف بالسي. لو كان اي حرف بيساوي السي زود العدات بواحد. هيفضل الف من اول الكلمة لحد اخرها. لو لا اي حرف سي بيزود العدات بواحد. اذا احنا بمجرد النظر نقدر نعرف ان كونت في نهاية البرنامج هتسوي كام? هتسوي واحد. بس خلي بالك. هو مش عايز كونت. شوف بقى هو بيلخبطك. ده هو عايز قيمة المتغير اللي اسمه اندكس. مش عايز الكونت. هو عايز قيمة الاندكس. عشان كده تعالى نبدأ البرنامج من اول وقت. ركز معاي. هو عايز قيمة المتغير اندكس بعد تنفيذ البرنامج. اندكس بدأ بواحد. وهيفضل يلف كم مرة لنس اوف وورد. اللي هو عدد حروف كلمة وورد واحد اثنين تلاتة اربعة. يعني هيلفة اربعة مرات. تعالى بقى نمشي واحدة واحدة. اول مرة الاندكس بواحد. بيقول لك افلتر اندكس يعني لتر واحد اوف وورد بيساوي سي. هل اللتر واحد اوف وورد بيساوي سي? لا ما بيساويش. طيب. لو بيساوي تشينج كونت باي وان. مش هتفرق بقى معانا كونت. اللي بالك. احنا كده دخلنا اللفة الاولى. خلاص. دخلنا اللفة الاولى وشيكنا على الحرف اندكس بواحد. هل اللتر واحد اوف وورد بيساوي سي? بيساوي او ما بيساويش المهم تشينج اندكس باي وان فاصبح الاندكس باتنين. لف ورجع تاني. ادخل اللفة التانية. في اللفة التانية هل اللتر اندكس اللي هو لتر اتنين اوف وورد بيساوي سي? لو بيساوي تشينج كونت باي وان. وبعدها تشينج اندكس باي وان يعني زود الاندكس بواحد فالاندكس اطبح تلاتة. لف ورجع تاني. خلي بالك. هنبدأ في اللفة التالتة. هل اللتر اندكس اوف وورد بيساوي سي طبعا اندكس هنا لتر اندكس اللي هو لتر تلاتة هاللتر تلاتة اوف وورد بيساوي سي او بيساوي خلاص تشينج كونت باي وان وبعد كده تشينج اندكس باي وان فأصبح اربعة هنلف ونرجع تاني في اللفة الكام الرابعة هاللتر اندكس اللي هو لتر اربعة اوف وورد بيساوي سي لو بيساوي بندخل هنا ما بيساويش خلاص بنعدي وبنروح نتشينج اندكس باي وان فاصبح الاندكس بدل اربعة اصبح خمسة. وبكده احنا كملنا الفاتنا الاربعة ولكن قيمة الاندكس اصبحت في النهاية خمسة مش اربعة. الاجابة بقى اندكس اس خمسة افتر رانيج دا برور. طبعا في ناس كتير ممكن يجاوبوها اربعة على اساس ان هو يعني يفكر ان له لفت اربع مرات فهو اربعة ولكن بما ان اصلا دي بتيجي في نهاية اللوب فهي دايما بتبقى ازيت بواحد. بس يفضل نعمل زي اللي انا عملته معاكو دلوقتي. طيب. هنا بيقول لك كونسيدرينج دا بلوق قوي بيلد سكريبت هاو ميني طايم زا اول سبرايت ويل بي كوبيد ان وان لاين خدناها قبل كده. ان وان لاين لما يقول لك ان وان لاين. ها. ان وان لاين في السطر الواحد. في كام عنصر بينطبع في السطر الواحد يبقى احنا بنبص على اللوب الداخلي عشرة. بس شكرا الاجابة عشرة. بعد كده بيقول لك هاو ميني طايمزا كونتينس اف the following loop will be executed. كم عدد المرات اللي اللوب دي محتويات اللوب هتتنفس فيها. كم عدد المرات اللي محتويات اللوب هتتنفس فيها. شوف. هو بدأ من هنا من اكس بواحد. دي قمت البداية. لحد ما الاكس تبقى اكبر من عشرين. دي قمت النهاية. وكل مرة بيزود واحد. تمام? يبقى هو هيبدأ من واحد لحد عشرين. مش لحد واحد وعشرين. ليه؟ لان لو الاكس اصبحت اكبر من عشرين يعني اصبحت واحد الريبيت أنطل بتقولك يعني افضل لف لحد ما تبقى الـ X أكبر من 20 يعني تبقى 21 أول ما تبقى 21 امنعها بالدوران إذن هو بيلف فعليا من 1 ل 20 ومن 1 ل 20 كل مرة بيزود 1 عديلي كده من 1 ل 20 20 مرة بالظبط من 1 خلي بالك أن من 1 ل 20 20 مرة لكن من 0 20 21 مرة هو هنا بدأ من 1 وانتهى عند 20 لما يقولك X أكبر من 20 يعني هو انتهى عند 20 طب هقولك على سؤال خبيث شوي لو قالك X أكبر من أو يساوي 20 لأ هنا هيبقى 19 مرة ليه لأنه هو بيقولك ريبيت أنطل يعني افضل لف ووقف عند X أكبر من أو يساوي 20 يعني لو X ساوت 20 ما تدخلش اللوب ووقف عند هن فهيطبع بس الحد 19 مش هيوصل ل20 لأنك قلت له لو X بتساوي 20 ما تدخلش اللوب تمام طب هسألك سؤال ثالث معلش تحملني أنا بيجيب لك كل الحالات لو قال لك 6 X بيساوي صفر وبعدين ريبيت أنطل X أكبر من أو يساوي 20 ها فكر فيه هنا قيمة البداية صفر وهنا قيمة النهاية هو هيقف لو X أصبحت 27 هيوقف اللوب إذن هيعد بس أو هيفضل يلف لحد ما توصل ل19 بس لأنها لو ساوت 20 مش هيدخلك اللوب فهو بيلف فعليا من صفر لحد 19 طب عرفها منين من صفر ل19 دي هي كم مرة شوف عايزك تفهم حاجة لما تلاقي صفر عشان ما تطلخ بطش عد من 1 ل19 من 1 ل19 هم 19 مرة وزود عليهم الصفر لبقى 20 يبقى دي هتبقى الإجابة بتاعتها 20 يعني دايماً لو بدألك من صفر عد انت من واحد هنا من صفر ل19 لا أعدله من 1 ل19 من 1 ل19 هم 19 مرة يبقى من صفر ل19 عشرين مرة السؤال اللي بعد كده بيقول لك study the OU build program below how many times كم عدد المرات the contents of the loop محتويات اللوب بتتنفس كم عدد المرات اللي فيها محتويات اللوب بتتنفس خلي بالك هو هنا بيطلب من المستخدم يدخل الجريد وبعد كده بيلف عن طريق repeat until repeat until دي جملة هتفضل تلف طالماً الجريد لحد ما الجريد يسوي سلب 1 يعني اللوب دي هتفضل تلف وفي كل لفة من لفات اللوب هيسأل المستخدم مرة تانية انه يدخل الجريد بعد ما يدخل الجريد يلف هل الجريد بيسوي سلب 1؟ لا يا فندم الجريد ما بيسويش سلب 1 بيسوي قيمة معينة خلاص ضيف الجريد لللستة بتاعت الجريد وبعدين خد قيمة جديدة من المستخدم ولف وارجع تاني هل الجريد بيسوي سلب 1؟ لا يا فندم الجريد ما بيسويش سلب 1 خلاص ضيف قيمة الجريد في اللستة اللي اسمها جريد وبعدين ارجع خد قيمة الجريد مرة تانية ولف وارجع تاني هل الجريد بيسوي سلب 1؟ لا الجريد ما بيسويش سلب 1 طب امتى اللوب دي تقف؟ تقف لو المستخدم دخل سليب واحد. يبقى لما يقول لك او كم عدد المرات اللي محتوية اللوب بتتنفذ قل له لحد ما المستخدم ما يدخل سليب واحد. بس دي الايجاب. طيب بعد كده بيقول لك كم عدد المرات اللي اللوب دي تتنفذ فيها. تعال نشوفها يا كمان. اول الحاجة اكس بيساوي واحد. افضل لف لحد ما اكس تبقى اكبر من عشرين. على فكرة خدنا دي من شوية. خدنا زي هي جت مرتين في الامتحان. يعني المرة دي غير المرة اللي فاتت. تمام? افضل لف لحد ما الاكس تبقى اكبر من عشرين. يعني لحد ما الاكس تبقى واحد وعشرين. معنى ان الاكس توصل لواحد وعشرين اللوب دي هتوقف. يبقى اللوب هتفضل تلف لحد ما الاكس تبقى اكبر من عشرين اذا عشرين معانا. كل مرة يتزود واحد. هذه هي قيمة البداية. وهذه هي قيمة النهاية. وهذه هي قيمة الخطوة. يبدأ من واحد وينتهي عند 20 لأنه لا ينفعش يكون أكبر من 20 لأنه قيمة التوقف إنه يكون أكبر من 20. لأنه بيقولك افضل لف حد ما الأكس يكون أكبر من 20 إذاً هذه هي قيمة التوقف. إذن هو هيوصل لعشرين. من واحد لعشرين كم مرة؟ عشرين مرة. قلتها لك من شوية. من واحد لحد عشرين يعني عشرين مرة. هنا بيقول لك هو عايز يعرف محتويات اللوب هتتنفس كم مرة؟ هو هنا يتبدأ بعشرين. دي قمة البداية. إفضل ليف الحد ما يتساوي عشرين. طب ما هي يتساوي عشرين؟ يعني هو بيقول لك ست ويت وعشرين. وبعدين إفضل ليف الحد ما إلى يتساوي عشرين. ما هي أصلا بتساوي عشرين؟ دي قيم التوقف. معنى ان Y تساوي 20 ان اللوب هتقف ومش هتشتغل. يبقى اللوب وقفت قبل ما تشتغل اصلا. اذا دي اصلا مش هتنفس. دي مسائل طالب فيها بيقول لك. تعال نشوف. هنا عندك الاكس بصفر والوي بصفر والزد بصفر. خمسة يعني لفة خمس مرات. اول مرة بيقول لك هل الزد اصغر من عشرين? ايو يا فندم الزد بصفر يعني اصغر من عشرين. يعني زود على الزد اربعة. الزد بدل ما هتبقى صفر هتبقى اربعة. لان يعني زود عليها اربعة. طيب هلروح عند ايلس? لا مش هلروح عند ايلس. لان احنا طالما رحنا عند اف مش هلروح عند ايلس. لف بقى وارجع تاني. احنا خلصنا كده اللفة الاولى. في اللفة التانية هل الزد اصغر من عشرين? ايو يا فندم الزد باربعة. بقى اصغر من عشرين. زود على الزد اربعة هتبقى بدل اربعة هتبقى تمانين. هل محتاجين نروح عند ايلس? لا مش لAnf Key déplocat выпуск بإORE Berok tweets, and move F. هل ال val Polo fat 20%؟ أيوة يا فندم 0,8% 20% اضغب الصادر بالضوء mediact Jay هل ال val Polo fat 20% وح LET 6% 10% لف ورائق نفس U هل a val Polo fat 20% أيوة 0,12% 20% كذلك، اضغ manages 20% اضغب الصادر بالfeb تبقى16% هل تبقى ال val I لا ، shifted to cos طبعنا التوصيح عن ال val واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب. لفة اخر لفة. هل الزد اصغر من عشرين? ايوا الزد بستاشر اصغر من عشرين. خلاص زود لي على الزد اربعة. فاصبحت الزد بعشرين. كده خلصنا الخمس لفات بتوعنا. ملنشجع وبقى باللفة اللي بعد كده هيحصل ايه? لان احنا خلصنا الخمس لفات بالزبط. هنخرج بقى خالص بره الريبيت. سي زد. اضع لزدي. يبقى قيمة زد كام? عشرين. طيب. ده سؤال تاني. عبارة عن اتنين لوب متدخلين. دي اللوب الداخلية. ودي اللوب الخارجية. وعايز اقول لك ان احيانا لما تبقى لوب معقدة كده. هو بيديها لك سهلة. يعني ممكن تتحل بسرعة فوق اللي انت ممكن تتخيله. خلي بالك. لما يدي لك سؤال معقد زي ده فيه اتنين لوب متدخلين. اعرف ان السؤال ممكن يكون جدا سهل. زي ايه? زي على سبيل المثال. لما تكون عندك. في الاخر احنا بنبص على مربع الطباعة او البلوك بتاع الطباعة ده. بلوك الطباعة ده. لو موجود داخل الاتنين لوب. يعني لو موجود هنا. داخل الاتنين لوب خلي بالك انت عندك اتنين لوبة هين. دي لوبة هين? خارجية. بتلف مرتين. ودي لوب داخلية بتلف مرتين. لو ادي لك مربع الطباعة هنا داخل الاتنين لوب. تأكد ان جملة الطباعة دي لازم تطبع اربع مرات لانك هتدرب اتنين في اتنين فتدي لك اربع. يبقى فيه اربع ارقام لازم يطبع. لو البلوك داخل الاتنين لوب. اما لو كان البلوك ده في اللوب الخارجية بس. فتأكد انه هينطبع مرتين بس. لانه موجود في اللوب الخارجية اللي هي بتطبع مرتين بس. ولو كان البلوك بتاع الطباعة ده تحت الاتنين لوب اعرف انه هينطبع مرة واحدة بس. كلام ده انا بقولولك ليه? لان السؤال ده جي اكتر من مرة باكتر من شكل. تمام? بس آآ جيه خارج الاتنين لوب. وجه داخل اللوب الخارجية. وجه داخل الاتنين لوب. وسهل جدا يجي لك حاجة زي كده في الامتحان. فاعرف انك ممكن تعرف الاجابة بمجرد النظر. المثال اللي عندك ده. في جملة الطباعة فين? ها. في اللوب الخارجي. تفتكر ان المفروض انها هتطبع كم قيمة? قيمتين بس. لان هي في اللوب الخارجية فهتطبع قيمتين. فهو مدي لك هنا. في ايه? قيمة واحدة. وفي بي اربع قيم. وفي سي قيمتين. وفي دي نانو في ابوف. تفتكر الاجابة فين بمجرد النظر من غير ما نعمل اي حاجة. بمجرد النظر. الاجابة ايه? اكيد هتكون سي. لانه موجود في اللوب الخارجية فقط فهيطبع مرتين. هيطبع عددين فقط. مش هيطبع اربعة. امتى هيطبع اربعة? امتى تكون الاجابة بيه? لما يكون داخل الاثنين لوب. طب امتى تكون الاجابة ايه? او تكون قيمة واحدة لما يكون المربع بتاع الطباعة هنا? تمام? لان انت عشان تحل سؤال زي ده في امتحان. انت محتاج مسلا في نص ساعة. تلت ساعة. لكن بمجرد النظر كده انت محتاج دقيق او اقل. تهمنا? طيب لو عايزين ناخده بقى واحدة واحدة ونعرف ازاي نحله. تعالى نشوف. عادي سهلة جدا ان احنا نحله ونعرف الاجابة ايه? اول حاجة انت عندك ست بي بيساوي خمسة ست دابليو بيساوي اربعة ست اكس بيساوي تلاتة ست وي بيساوي اتنين ست؟ زد بيساوي واحد. عندك اتنين ربيت. واحدة داخلية اسمها ووحدة خارجية اسمها الخارجية اسمها وخلي بالك ان من خصائص خاصة والانر ان الاوتر لو لفة تلفة واحدة بس من اللفتين دول الانر تلف كل اللفات. يعني هنا لفتين خارجياتين اللي هي فيها لفتين. اللفة الواحدة بس منهم تخلي الداخلية تلف اللفتين بتوعها كاملين. فتعالوا نبدأ. دي هتلف لفة ودي هتلف لفتين. تعالوا نشوف اللفتين بتوع دول. سيت في تو واحد يعني غيرلي الفي خليها بدل خمسة واحد. لان خلي بالك سيت هي عملية اسناد. يعني لو كانت الفي فيها قيمة قبل كده بتمسحها وتحط القيمة الجديدة. سيت دابلي تو واحد يعني غيرلي الدابلي وخليها واحد. تشينج بتزود على القيمة او بتنقص منها. هنا تشينج بتزود. تشينج يعني زود لي على اكس واحد بدل تلاتة خليها اربعة. تشينج واي باي يعني زود لي على واي واحد خليها بدل اتنين تلاتة. تشينج اكس باي يعني زود لي على اكس تاني واحدة تبقى خمسة. تشينج زد باي وخلي بالك هنا في ناس بيغلطوا فيها لان انت بتفكر ان هي ست او عملية اسناد. اكس زائد واي خمسة زائد تلاتة بيزوي تمانية ناقص الدابليو اللي هي واحدة تبقى سبعة. تاني. اكس زائد واي. اه خمسة زائد تلاتة تمانية. ناقص الدابليو تبقى سبعة. شينج زد هنا مش معناها ان احنا هنسند السبعة للزد. لأ معناها هنزود على الزد سبعة. فاصبحت بدل واحد اصبحت تمانية. لسها مش هنطبع ولا هنروع عند سيد احنا هنلف ونرجع تاني لان دي اللفة الاولانية من اللوب الداخلية. واللوب الداخلية لازم تلف لفتين. في اللفة التانية ست فيت واحد تاني. فالفيها هتبقى واحد تاني. ست دابليو تواحد. حاضر. شينج اكس باي وان. يعني زور على اكس وان. هتبقى ست. شينج واي باي وان. شينج اكس باي وان. شينج زيد باي اكس زائد واي. سبعة زائد اربعة. يساوي حداشر. ناقص الدابليو. اللي هي واحد هتبقى عشر. العشر دي هتزودها على زد. فزد بدل تمانية اصبحت تمنتاشر. خلصنا اللفتين الداخليتين. خلاص اللوب انزل تحت اطبع زد. فهيطبع زد هيخليها تمنتاشر. وبكده خلص اللفتين دول وراح طبع زد. يرجع بقى لللوب الخارجية ياخد اللفة التانية من اللوب الخارجية. اللي هي اخر لفة. اللفة التانية دي هتخليك تدخل في اللوب الداخلية وتلف لفتين تانيين. ست في تو وان. غير الفي زود عليها آآ عفوا غير الفي خليها واحد تاني. ست دابليو تو وان. الاتن دول اصلا مبيعملوش حاجة. تشينج اكس باي وان يعني غير اكس زود عليها واحد. لانه بيقولك تشينج اكس باي وان. بقى تمانية. زود على واي واحد. فهتبقى خمسة. زود على واحد تاني فهتبقى تسعة. هنا اكس زائد واي. اللي هي تسعة زائد خمسة بيسوي اربعتاشر. اربعتاشر ناقس واحد. بيسوي تلات تلاتتاشر زودها على الزد. فاصبحت الزد بدل تمامتاشر هتزود عليها تلاتتاشر. هتبقى كام واحد وتلاتين. لف وارجع تاني في اخر لفة. خلي الفي بواحد خلي الدابليو بواحد هما الاتنين زي ما هما. زود على واحد وعا واي واحد. الاكس هنزود عليها واحد هتبقى عشرة. الواي هنزود عليها واحد هتبقى ستة. وهنرجع نزود على الاكس واحد تانية هتبقى احداشر. وبعد كده اكس زائد واي اللي هي احداشر زائد ستة سبعتاشر. ناقس واحد هيبقى ستاشر. الستاشر دول مش هنسندهم لزد. ده هنزودهم على زد. فهنزود ستاشر على واحد وتلاتين هتبقى الزد سبعة واربعين. وفي الاخر هننزل بعد ما خلصنا اللفتين الداخليتين نروح نطبع زد اللي هي جام سبعة واربعين. يبقى احنا طبعنا مرتين بس. عشان كده بقول لك ان هي كانت تتحل بمجرد النظر لان الموضوع في لغبطة كتيرة يعني لو جالك في الامتحان وانت قعد تدخل نفسك بقى في ازاي تحل السؤال? هتدخل في معركة. تمام? ممكن ان انت تتلغبط في اي حاجة الا لو ركزت طبعا. لو ركزت هتحل السؤال. لكن ممكن يتحل من غير تركيز وبمنتهى السهولة ان والله لو جملة الطباعة في اللوب الخارجية تشوف اللوب الخارجية بتلف كاملة اما لو جملة الطباعة في اللوب الداخلية يبقى انت بتضرب الاتنين دول في بعض فالطباعة هتحصل اربع مرات. اما لو كانت جملة الطباعة خارج الاتنين اللوب خالص فهي اكيد هتطبع مرة واحدة. تمام? لان السؤال ده يجيب بقى اكتر من شكل. تمام. دي كان اخر سؤال من اسئلة الاوتبوت لان احنا هندخل بقى في اسئلة الجوريزم تانية. عايز اقول لك ان في ملف تاني انا اصلا مجح سهلكو عن اسئلة الاوتبوت. اسمه بانك الاسئلة. ده هتلاقي فيه بقى اسئلة في انواع مختلفة. يعني ملف حلو في حاجات كتير عن الاوتبوت هتفيدك جدا لو انت رجعتها بشكل كويس. فخلينا الاول نذاكر الملف ده بشكل كويس. وبعد كده ندخل في الملف التاني بتاع بانك الاسئلة. شوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.